روح للنادي كبير بفلوس وحاجات زي كده يعمل موقف زي ده يعني مالوش الترجمة واحدة ان الرجل ضمد في حتة ويعني انا هاتفلش سيناريو بس خلاص ما عايش ركده حدث كبير كابتن مشير حتى لو مضى في نادي لو مضى في نادي انا امشي امشي حتى اعمل لنفسي راجعة يعني هو مش بلعف ما احنا كلنا كنا بنا انا لعبت في الاهل ولعبت في البلدية خلينا خلينا الناس فهم كل حاجة ماشي الناس فهم كل حاجة لعم صح يا ده سيناريو من ضمن السيناريوهات يا كابتن مهيب لما يبقى فيه سيناريو يبقى اخراجه صح كل واحد بقى على قد ما هو يفضل يتمرن ويلعب ويبقى ملتازم ويبقى موجود لغاية ما ييجي اخر يوم ليه في النادي انما النهاردة انت بتتكلم في سنة لسه في عقد ولا مين اللي اشتكي النادي لو هو لو في النادي لو هو له فلوس لو هو له فلوس وله مستحقات وشايف من وجهة نظره ان هو يشتكي النادي هو صاحب القرار هذه خطوة انما انا مش ضد كل الامور واضحة انا مش ضد ان هو ياخد مستحقات وياخد حوقه انما ضد ان هو يشتكي النادي خلي بالك ما احنا كنت بالعباء انا كنت بالعباء في بلدة المحلة اكسم بالله كنت بعد بالسنة ما باخد فلوس نصر النني أبو محمد النني كان كابتن الفريق كان بيقعد بالست شهور وبالسنتين والتلاتة ما بياخدش فلوس إحنا عصرنا الجيل اللي هو بيقعد ست شهور وثلاث شهور ما بياخدش فلوس من نادي ولا كنا نجرؤ إن نقولك إحنا نشتكت ما فيش الكلام ده كنت بميل على بشير أخد منه وميل على كابتن مهيب وأخد منه وكميل على ياسر أدوان وأخد منه وكلنا عمالين يعني إحنا كلنا أسرة واحدة لغاية ما جاءنا كابتن أحمد شعراو ربنا يدي له الصحة عمل منا لعيبة كورة وعمل الجيل عظيم هو من صنع بلدة المحل فبالتالي النهاردة فتوح كان لازم كان لازم أنا وجهة نظري يخرج من الباب الكبير أيا كان لو النادي مؤثر معاه ما بيدي لهش فلوس ما بياخدش عقده كان لازم يكمل لغاية الآخر طيب السيناريوات بخبراتك كده كابتن أمار فتوح إلى أي نادي هل نادي مصري ولا نادي خارجي أنا وجهة نظر إنه هو بيخطط إنه هو يطلع برا نادي مصري مش هيقدر أنا سمعت أرقام هو طالبها صعبة جدا أو كبيرة جدا عجزية دي أه يعني أرقام كبيرة يعني بولك رقم علشان أنا فري علشان أنا فري ياخد رقم كبير جدا أنا فري عقدي فري وغير إنه هو هيمضي سنة أو اثنين أو تلاتة برقم تاني ما فيش في مصري هل نادي الأهلي ياخد فتوح أنا لو أنت بتسألني نادي الأهلي لا مش هيقدر بس هو محتاج حتى لو محتاج النادي الأهلي ما بدورش على لعيب عنده مشاكل أيوة بس النادي الأهلي عنده قواعد يعني سبتة ماشي قواعد السبتة يعني مجلس دولة نادي الزمالك بيأسس أنا أسمعت إن النادي الأهلي بيفوض لعيب تاني محمد حمدي مضى البرامد ما ممكن يباع آه دي قصة تاني طبعا لكن أجماعة محمد حمدي هو خلي بالك أنا لكن لسه العقد لم يوصق وجهت نظري وجهت نظري ده محاولة ثلاث أسريع لو بتاخد رأيلي عشان أنا لعبت في الحتة دي في منتخب مصر النادي الأهلي أنا أفضل محمد حمدي أنا لو بتسألني أنا بس خلي بالك إن البرامد يعلم قيمة محمد حمدي خلاص محمد حمدي هو اللعيب الأساسي بص اللعيب دلوقتي أنت في سوق اللعيبت الكورة دلوقتي محتاجني محتاج مهيب هدفع فيه هجيبه طيب كابتن بشير فتوح في الأهلي بصف النادي الأهلي لو عايز زيزو نفسه مش فتوح كمان هيقدر يجيبه النادي الوحيد في مصر اللي هيقدر إزاي طب ما جابوش ليه لما هو يقدر على مين